السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل خلصتنا اليتيم والنقيب والبغارة العشرين نزلت إليها كانت نسوله في النسوان نضيتها الموبايل وجعوبات كانت صيح خالة يمّا ابني راح مني يمّا ليث هي قوتها خالة شك وش بيش عفيه ليثش فيه خالة لجلتش أمسوي حادث أنا مقالتلي هج قلبي قام يرجعني خافي يصيبي شي بسببي رساسا هي لبست عبايتها وأنا تخدلت من أعرف ش أسوي وسيصر بس أبشي والنسوان ملتهيات ويا خالة همزين الضوحة فوق خطيئة طلعت طلعت وأنا مثل الثولة وراها هي شافتني قالت خالة انتي ليش يجيتي أبقي يمضوحة يا قوت لا عافية خالة خلي اجي وياك خالة وين تجين أبقي يمضوحة يا قوت خالة عافية حبابة ما جابتني عافتني وطلعت وأنا متت من البشي هس شك وباقي هنا أنا ما ريد أدخل ضوحة تشوفني وأنا أبشي بقيت بالحديقة بقيت تنسى عاو يمكن وأنا بس أبشي شوي وسمع الصوت وراي خيت هي بل كي تسوي لي طريق أريد أفوت درت وجهي علي شبت ولد هسا قلت لك وقتك انت أنا بيا حال استغفر الله هاي ليش تبتشين يا قوت موحشي وياك شنو تمتحشين يا قوت عافية وخر مني والله طلقة روحي هاي شلون سال فترة ما مليت عليه ميت عليك أنا بس سوي لي طريق يا قوت ساته زين بس صيحي لي صيحي لأمو محمد يا قوت من أمو محمد هسا روحي صيحي لها يا قوت اي يلا بسر عجقة تفاهية يا قوت لا تغلط دي دي الله يوم عودة في الظيني دخلت جوالي قيت الظحى نازله من شافتني اشترت لي انه تعاي ضحى يا قوت وين ماما يا قوت هسا راح تيجي ضحى يا ولد وثلاث بنات بتهت شبيرة الله يا حمام احتفقت يا قوت وانا شالي اتولفتيني قصة حياته عفتها ورحت للمرة قلت لها ابنك يريدش بالباب طلعت هي شوية وجتني قالت امو محمد انت يا مو يا قوت يا قوت اي انا امو محمد ودو عليك ودو عليك ابن اختي حتى ترجعين للبيت لا راح يطلعون خطيبك من المستشفى يا قوت بس شنو اروح ويا الوحدي اخاف محمد هو يوصلك البيت كم على شنو تخافين يا قوت حتى لو عفية خالة تعايق وياي انت محمد وين اجي يا قوت والله اذا ايدري بيا ليتي موتني شنو راجعويا سكتت هي هسا خالة جاء شان خلتني روحا وياها شكو مدية هذا الولد يا قوت ها خالة اجي قلت يا عفية فدو اروح ليش بس ارجع لبيتنا وها هي محمد دي الله وانا ما بي احل يا قوت يا عفية فدو اروح ليش امو محمد يالله شمن ترى سلمي على بتعمك وحتى روح يالله تقولين ها الخطيب لا يضل بالها يا قوت ايه سلمت عليه وقدت لها راح ارجع للبيت وبقت تسأل ليش بعد وقت وين راح او ماما وينها يا ويو دو خلتني انه بغفران قالت لي غفران وراحة يا قوت للبيت غفران وين خالة راحت مو منو يوديش يا قوت ها الولد منه احنان يمكن خالة دزتها يرجعني غفران ها عفيت وطلعت انا من الماية وليقيت الولد من تظهر شاما قلت لي انت يا قوت يا قوت انت ما سألت سكتت سكتت واباو على الماية اللي مادرش تصير منه قال حجي شنو ترحينوا يا انا اما محمد ايه خطيئة ابني اتخاف شنو تخاف كان بوع بوع وانا اريد اوصلها الخاطر ياسر لان صديقي وصاني رجحها حتى اتعطلت عن دوامي يا قوت وهسا شنو توصلني لو لا والله لو اعرف كان اخذت تاكسي ولا منيتك علي على شنو هجمتي عليها سماقلت اشي انا شكو تبشين انو محمد شبيك يوم وصل على محمد صعدت انا قلبي راح يوقفو وهذه ريدي مسلت كلها من وراج خاله والله النوب اتريدني ارجع ويا له حتى يموتني ليث المهم وصلنا البيت شكرت منه وراح دخلت للبيت وردت اخابر واذكرت نسيت جنطتي بغرفت اتروحها شوية واجه وياسر وعمو وخاله وليث حالة مستند على ياسر ليث حالته حالة مستند على ياسر وعمو بالقوة يمشي سلمت عليها قلت له يا قوت الحمدلله على سلامتك شون صرت ليث مندي شوفين باحسن حان سكتت انا دخلت لغرفت الضيوف لان ما يقدر يصعد فرشت لفرشت راسعة اول ما رجع من المستشفى للليل واجه وبيت عمو وراقه وجدت ضحاهية وعياله ورجلها مدري شنو قال لها على الحادث بقوا شوية وراحوا ضحى باتت يمنى صعدت وياها فوق وبقى تسالف لي على عياله ورجلها وانا اصلا بالي مو يمهى أبت لحد ما نامت انا نزلت جوا سمع صوت ريون خلنا قد حلو حصردني البتش دخلت الغرفة يعني هو قاعد بس امغام وضع عيونة انا متوجع قتلى ياقوت ليث ليث هم ياقوت في وجعك شي ليث لا بد بعيوني لا ابد بعيوني واحد سوى حادث وين الوجع بالموضوع اصلا ان شاء الله ياقوت هاي شبيك ليث ساكن ياقوت انا اسفة ولا بعد ما لا ضوجك ولا عندك ولا اي شي والله انت بس كون بالسلامة والله شا تريد اسوينك ليث عفش من هاتشي هس اجيبيني ماء اريد اشرب علاجي ياقوتي ددلل رح اتجبت الماء لو شرب علاجه قال ليث تعاي اريدش احشوياش ياقوت هم ليث تعاي يمي اريد اهضمج ياقوتش تحضن يمعود لاي اجي ياسه او خاله ليث واذه اجو شني يعني ياقوت هو الله عيب منهم ياقوت وجعو تعاي وش لعتي قلبي اجيت يا مرحضاني حين ياقوت اي كسرتني اي دي تعفتها ايفه لايث ايدش مو اضحك لاعنشوف يصرار بحالي من وراتش ياقوت تبعنا ما قد السوق سريع وندعم لايث اي بس خبلتيني بس خليتيني اريد اطلق خبلتيني اريد اطلق اريد اطلق وطلقني ما اريدك قولي هذا الحج مرة ثاني الا موتج ياقوت اي هاي اخر مرة لايث ساكتي لايث لايث هم ياقوت اسألك سؤال بس لا تضوج لايث اسألي ياقوت خاف الضوج ياقوت حنين ليش انتحرت لايث انت بعد زكتي بالسال فهاي استغفر الله ربي ماتت بعد كافي ياقوت عليك يارك هسي اش بيك ما قلتشي انا سؤال لا اكثر هاهي اوخذ خليقو لايث تات حركين اموتج والله عود شنو زعلتي ياقوت ساكتي لايث شوف شلون برطمة عابط هيت شهر الحلوة ياقوت ساكتي لايث والله اللي بيك كافيني لا تطنقرين ياقوت لا عادي هاهي بس اريد انام بس انا شبعان نوم ياقوت وانا شعلي ابيك اريد انام وانت واذا شبعان شنو يعني ليث يعني ليلتنا طويلة يا حلوة ياقوت ليث عايب شنو هاي يا ليلة ولا قصيرة لا طويلة ولا قصيرة بعد نمر زوجين تتلحق على هاي السؤال ليث ليش مو قلت خلينا استعجل للزوج وكافي والله طورنا ياقوت مو هستوني بدت احتي وفتحت الباب النوب انا بحضنة ما لحقت ابوما رأسانا غمضت عيوني هاي اللين عايب يشوفني هايش نايمة يمه كله من وراه ليث سمع صوت خالة قالت خالة هاي ما اجيب جبت لك ماي حتى تاخذ علاجك ليث لا اخذت قبل شوي خالت صالحته ليث اي ما تشوف هنا نايم يمي قال علي شنو صالحته صالحته بس هي بس هي بس تزعل زعل عوفها ولا تنطيها وجه هي ترجع لك ليث لا يما خطيه ليش هاي بتختش خالة انا مو قتلك طلق هوا زوجك غفان وانا قوضت من مكاني مسمع غفان بالموضوع حتشي تبخنقه بس شويه وعبشي ياقوت ليش خالة ليش مو هاي انا هيش خالة هاي انتي منايمة ليث اضحك شوفي خالتك اللي تحبيها شلون تزو تتوزني عليك خالة لا اقلبها علي لا تقلبها علي مو انت غمزتلي انا صوتشي تصدقتك طلعت تتفيد خربو بحيناتني ليث شوفيها شلون رح تبكي خطيه برع شلون صار شكلها خالة اضحك ياقوت هاي شبيكم رضعكون علي ليث ليش لا تبكين اضحك هاي كلها على مود هالقد تحبيني وتحبين وتبكين علي ياقوت ان اعودك تضحك خالة يلا انا راح انامن وانتم كملوا عركتكم وتصبحون على خير ليث وانت بخير طلعت من الغرفة وانا قمت ليث وانت عاي ياقوت اريد انام ليث اينامي هنا انا يمي ياقوت هيش هنا انا يمي يلا يقعد سيقعد ياسا او عمو شنو انا نايمة يمك عيب ليث اعادة اخل الباب ياقوت يا عز شن اخل الباب ليث شبيج ومح بالش ياقوت ما بيه ويلا لا تصبح على خير ليث وليت شكو تردين بس هذنت هن هزمين ياقوت موامدة نام ليث دروحي روحي هو انت خلصت يا عمو شنائم ياقوت هايش بيك حرين لا تزعل ليث ما زعلت روحي نامي عينة صبحين على خير ياقوت والتوها طلعت من الغرفة وبرحت نمت فوق ثاني يوم لقيتهم قاعدين يتريقون كلهم وانا اخر وحده قاعدك الي ترهم صبا ياقوت صباح الخير لكل صباح نور خالة تعي تريقي حبيبتي قاعدت ريقت وياهم كما نرسلت المعين وصلتهم ومساحت البيت الظهر قبل الغداء بشوي اجو اهل غفران هلا بكم صبين الغداء وتغدوا ريانه وكان نقول غفران غفران تدرينا البابحة ضل بالي عليك كلش غلقتيني ياقوت ليش غفران وشفتك تبشين يوم هذا الولد هو يصيح ليث يا ولد ياقوت اللي وصلني البابحة ياسر قصدك اسماعين انا اللي قيت له يوصلها للبيت لان ما قدرت اجيبها وبعديا ما لدى اهل حدش ترى انا عارف اخوش ولد ضحى يا اسماعين بس لرجل سعاد حماتي ياسر ايه هو صديق ليث وليش انت ما جبته ياسر العدو انت شلون اعوفك وحدك خفت يا خاف تحتاج شي ليث وحتى لو المفروض ما تخلي واحد غريب يوصلها ليش هيتش يا ياسر ياقوت والله ما رجعت وياه وحده خليت المراتج وياي خالته وياي خالته ما دريش تصير منه ليث انت تشبي بعيني الحسابك طبعا هذا الحدش كله قدعهم انحرجت حيل عليش انو يغلط افتع وقمت وانا حاصبتني البشية خاله وابا حتى اكمل غداتش ياقوت الحمل ان اش بعت ليث تعاي ما جاوبته افتع وصعدت فوق ابتش شوي واجه هو حامي علي قال ليث من احتي وياك شلون دعوفيني وتابحين ادب سيز شنو ما تحترمين انت ياقوت انا لو انتل ما تحترم ليش هتش فشلتني قدامهم على الاقل مني وابا حول وبعدين ندفع ليث ليش حيوانة منو ما يحتمم انا ياقوت لاو مش ميك اليوم حامي عليك ليث مو حامي عليك بس فهميني سال فتا هذا الولد شنو ياقوت والله ماكو شي الولد وصلني ليش ليث ليش ليش تحتي اكيد شافت شي غلط ياقوت والله لا غلط الاشياء بجال خلف الله عليه وصلني للبيت وقلت لك المهوية ليث المفوض تبقيني بضوحة لحد ما يجي ياسر ويبجع تشك واجهتي تركضين ياقوت والله ليث موبايل شوين يهمين ياقوت معدري اسأل الظوحة نسيتها ليث ضوحة ضوحة ياقوت هالكي هفك منها العنام شو كوت صيح ليث اش ولا حرف ليث ضوحة ضوحة ها ليث ليش هالصيح شو كوت صيح خاله شويك يمه ليش هالصيح ليث وين موبايل هالخانم ضوحة بجانطتي يمكن خالة ليش اتشي لي ليش تسوي به ليث طلعي أريد أفتشه يا قوت شنو تشك بي ليت شبيك اتخبالت ليت اكلي خبا ولا تخلييني طيح حضتش يا قوت لا تغلط كم وراء اقول لك لا تغلط انت مريض نفسي والله ما ينعاش وياك شبيك شنو هالتصرفات منها العالم من قلت له هاتشي لزمني من شعبي كل عصبية قال لبعصبية ليت من المريض لجبت الكل غالى المريض انا يا قوت او يوخر مني وبابو لا تغلط عليا ولا تغلطش بيك ما تفتهم خالص تدهم رحمن على كيفك كل شي ينحل بالتفاهر روح كل من وراها الحقيرة قفران اكيد متغصدة تحجي هاتش حتى يتعاركون يا قوت فهمي هالحاجي لاخوت مو على لقل شي روب ويسبب اهلي ليت لج لا تقليني اموتش قندرة بالتلقندرة يا قوت انا بعد ما اقدر اتحمل تصرفات الهاملجية وعقدة النفسية مو مو تطلعين تطلعين بي طلعين بي فاهم ليت انا همج يا صاح يا قوت مادام انا صاحدة طلقني يلا طلقني ليت اي انتي طالق مو تطلعين